نضال الشفعي فنان بتشوفوه في أدوار كتيرة جدا لكن تقفوا كده وتقولوا طب الفنان ده بدأ إمتى وعمل إيه هي البداية عنده الحقيقة مش بس في التخرج سنة 99 لكن أعتقد أن البداية كانت جواه هو شخصيا هو كان غاوي أنه يمثل أو حابب أنه يدخل ده الغريب أنه نضال الشفعي في بدايته الناس كانت بتقولك هو مصري شكله وملامحه كانت الناس مش عارفة يعني هو مين نضال الشفعي لكن هو أثبت أنه مش بس مصري ده مصري وابن مصر ومن شوارع مصر وإزاي قدر ما بين الوطنية ما بين الدراما ما بين الكوميديا ما بين السينما يبقى الفنان نضال الشفعي اللي حيكون ضيفي في التاسعة ساء الخير يا أهلا وساء الله شفعي منوّرنا أنا ليه الشرف الكبير وشكرا بدعوتك الكريم أن أنتوا تتحيوا للفرصة أن أنا أكون مع جمهورك العظيم ده أكيد يعني التنوع اللي هنا في الأدوار اللي حطوها هيخليني أبدأ معاك السؤال واستأذنك أن السؤال النهاردة يبقى يعني محوره رقم تسعة ليه؟ لأنه التسعة اللي هي يعني يعني فيه درجة ناقصة نعم يعني أو فيه رقم ناقص عن عشرة فالرقم ده يعني مش كل يعني خلينا تسعة عندك دايما كل حاجة الإنسان ممكن يجيب تسعة وممكن يجيب أقل وممكن يجيب أكتر نعم خليني أقولك في البداية يعني أنا استغربت قوي أنه بدايتك تبقى مجند قد كده أنت وطني يعني بادئ المسرح وكنت مجند رقم 311 يعني يعني هو الحمد لله أنا ليه الشرف الكبير أنه تكون بدايتي في بداية دراستي وبداية معرفتي بالناس من خلال المسرح المسرح بيبقى عامل زي المعمل زي اللي بيساعد على تدريب الموهبة وبيساعد على أنها تنمو وتكبر بشكل في بيئة صالحة أنها تنمو فيها يعني من خلال الأعمال المسرحية الكتير اللي بنعملها من خلال الشخصيات المتنوعة والمختلفة فكان ليه الشرف الكبير أن تكون نشأتي من خلال المسرح سواء من قبل ما خش المعهد أو من بعد ما دخلت المعهد لعلى الفنون المسرحية اللي هي الشرف أن أنا أنتسب لي في أكاديمية الفنون فعملت فعلا أكتر من عمل يعني ليه علاقة بالفكرة الوطنية يعني وبتقديم فكرة إثار الوطن وفكرة أهمية الوطن وأهمية أنه الإنسان مننا من غير وطن ومن غير بلد وفهو في الآخر ولا حاجة يعني فالحمد الله فأنت متجند من الأول أيها جندت على المسرح أيها في البداية ترجمة نانسي قنقر